وإلى الولايات المتحدة حيث انتهى اليوم الأول من مؤتمر الحزب الديمقراطي بتشيكاغو وكان بمثابة نقطة مفصلية عنوانها دموع بايدن وظهور هاريس المفاجئ فأمام حوالي خمسين ألف شخص ألقى بايدن خطاباً صلت خلاله الضوء على إنجازاته في البيت الأبيض وأسباب انسحابه من السباق الرئاسية بايدن دعا أيضاً إلى تقديم دعم واسع النطاق لهاريس وطرح ما أسماه خيار إنقاذ الديمقراطية فالبلاد وفق ما جاء على لسانه تخوض معركة من أجل مستقبل الديمقراطية وفي نهاية خطاب الرئيس انضمت إليه هاريس بشكل مفاجئ على المنصة وهناك ألقت كلمة مقتضبة أشادت خلالها به وقالت أيضاً إن على الأمريكيين أن يتحدوا شهر نوفمبر للتقدم إلى الأمام